السلام عليكم طلال صف الثالث والمتوسط بهذا الدرس راح ناخد مجموعة من تمارين تأكد من فهمك الخاصة بترتيب العمليات على عدالة حقيقية وعدنا التمرين الأول جذر خمسة سالب جذر ثلاثة مضروف في جذر خمسة موجب جذر ثلاثة هنا راح أستخدم عملية التوزيح في الضرب يعني الأول ينضرب بالقوس الثاني والثاني ينضرب بالقوس الثاني وراح تكون عملية بهالشكل جذر خمسة أنزله اللي هو الأول وأفتح قوس أنزل القوس الثاني كله اللي هو جذر خمسة موجب جذر ثلاثة بعدين أنزل سالب جذر ثلاثة وأفتح قوس أنزل القوس الثاني اللي هو جذر خمسة موجب جذر ثلاثة هسا أفتح الأقواس جذر خمسة بجذر خمسة نقدر نقول جذر خمسة وعشرين وجذر خمسة وعشرين تأرفوها خمسة أو نقدر نقول جذر خمسة بجذر خمسة هي خمسة بدون جذر جدر 5 بجدر 5 خمسة بدون جدر كل ما نضرب جدر بنفسه ينزل عدد بدون جدر هنا جدر 5 بجدر 3 فهنا عندي جدر 5 موجب بالموجب رح ينزل موجب وجدر 5 بجدر 3 هي جدر 15 هسا أنتقل القوس الثاني أفتحه سالب بالموجب سالب وجدر 3 بجدر 5 جدر 15 والسالب بالموجب سالب جدر 3 بجدر 3 جدر 9 بدل من نقول جدر 9 مباشرة جدر 3 بجدر 3 3 بدون جدر شون تعاملنا جدر 5 بجدر 5 خبتة بدون جدر التاحظ هنا عندي جدر 15 وهنا جدر 15 إشارتها واحد موجب وواحد سالب ونسميهم نظائر نقدر نحذفهم مختلفات بالإشارة ومشابهات بالمقدار فنسميهم نظائر ونقدر نحذفهم هنا شبقى عندي بقت عندي الخمسة سالب 3 هذه الخمسة تنزل وبقت عندي السالب 3 ويساوي 2 وهنا بالتمرين الثاني عند جدر 7 سالب جدر 2 العلامة فوق القوس تربيع يعني القوس مكرر مرتين وذلك هي 3 يعني القوس مكرر 3 مرات هسا راح أكتب القوس مرتين جدر 7 سالب جدر 2 مغروبة في جدر 7 سالب جدر 2 نفس القوس أكرر مرتين هسا أجري نفس العملية التوزيع اللي أجريت حبر السؤال الأول يعني مرات بدون ما ألجأ إلى هاي الخطوة الثانية يعني هسا مرح أجري العملية بدون ما أكتب الخطوة الثانية مباشرة أنتقل الخطوة الثالثة يعني أجريها شفعيا جدر 7 في جدر 7 جدر 7 بجدر 7 جدر 49 اللي هو 7 أو أقول جدر 7 بجدر 7 7 بدون جدر مثل ما تعلمنا لاحظان هنا ما كتبت الخطوة الثانية مباشرة أنتقل الخطوة الثالثة أو نقول جدر 7 في جدر 2 الموجب بالسالب سالب وجذر السابعة بجذر اثنين هو جذر cuts 14 سأنتقل سالب جذر أثنين واضربه في القوس الثاني سالب بالموجب سالب جذر أثنين بجذر السابعة جذر أ邀іч وتقليل سالب بالسالب بالموجب جذر أثنين بجذر أثنين أثنين بدون جذر سالب بجذر أثنين وثانين هو أعداد الصحيحة ومكن أجمعهم 9 جذر 14 هنا سالب وهنا سالب جذر 14 هنا ما أحذفهم نظائر مثل ما بالسؤال الأول بالسؤال الأول كانت عندي واحد موجب واحد سالب وقلنا نظائر وحذفناهم هنا أشاراتهم متشابهة من تكون أشاراتهم متشابهة أجمع الأعداد التي أمام الجذر هنا قد عندي رقم 1 وهنا عندي 1 أجمع الواحد وي الواحد اثنين أما جذر 14 ينزل الجذور ما تنجمع مجرد أجمع الأعداد الصحيحة اللي أمام الجذور عندي هنا رقم واحد وعندي هنا رقم واحد جمعتهم صاروا اثنيا جذر بعض حشر هسا أنتقل للسؤال الثالث وهنا عندي جذر مية وخمس وعشرين سالب جذر عشرين قوس مضروبة في الجذر التكعيبي لثمانية على سبعة وعشرين هالثاني المية وخمس وعشرين رح أكتبها بطريقة إنه خمسة وعشرين في خمسة سالب العشرين أكتبها بطريقة أربعة في خمسة أحللها ثمانية تحت الجذر التكعيبي هو اثنيا والسبعة وعشرين جذرها ثلاثة يعني نقول اثنيا على ثلاثة مباشرة الجذر التكعيبي طلعنا هسا الخمس وعشرين جذرها خمسة رح تكون خارج جذر هاي الخمسة وعشرين جذرها خمسة وكانت خارج جذر وتحت الجذر بقت الخمسة الثانية سالب هاي الأربعة جذرها ثنيا وراح تخرج خارج الجذر يبقى تحت الجذر خمسة هاي عندي؟ عندي اثنين على ثلاثة هنا الجذر متشافة شوف جذر خمسة بجذر خمسة فأقدر أجمع أقدر أطرح اطرح الأعداد اللي مضروبة بالجذر عندي هنا خمسة وعندي هنا ثنين فأطرح الأثنين من الخمسة ويصير عندي خمسة سالب اثنين هو ثلاثة أما جذر خمسة ينزل الجذور ما تنطرح ولا تنجمع فقط تنطرح أو تنجمع الأعداد الصحيحة المضروبة بالجذر لما يكون ما عندي جذر هنا ما عندي رقم أمام الجذر معناه واحد أما يكون عندي هنا رقم خمسة سالب اثنين فيصير عندي ثلاثة جذر خمسة هذا وعندي هنا ثنين على جذر على ثلاثة لو تلاحظوا أن هذا مقامة واحد فأقدر أختصر جذر ثلاثة ثلاثة ويه ثلاثة ويكون عندي هنا يساوي الثنين هنا بيها واحد وهذه بيها واحد أحسن عندي اثنين جذر خمسة أنتقل بالسؤال الرابع وهنا عندي قسمة وأحول عملية القسمة إلى عملية ضرب وأقل بالكسر الثاني يعني أربعة هنا جذر اثناش رأحل لجذر اثناش وأكتب أربعة في ثلاثة خمسة تنزل جذر السبعة وعشرين التكعيبي هو ثلاثة بها إشارة سالبة فأكتب سالبة ثلاثة يوجد قسم من الطلاب يكتب سالبة ثلاثة لازم تخليها بين أقواس لماذا؟ لأن الخمسة مضروعة بالجذر العملية القسمة أحولها إلى عملية ضرب وأقل بالكسر الثاني يعني جذر الثمانية سيكون بسط واثنين جذر الثمانية سيكون بالمقام جذر الثمانية أصعد بالبسط والثنين هنا تنزل جذر الثمانية سيكون بجذر الثمانية في جذر الثلاثة لماذا كتبت الأربعة وعشرين ثمانية في الثلاثة؟ على مود أختصر جذر الثمانية وإيه جذر الثمانية وهنا راح يكون عندي ساوي الأربعة جذر الثانيين من تطلع خارج جذر تنظر بالأربعة ما يصير عندي؟ يصير ثمانية جذر الثلاثة هنا موجب بالسالب سالب وخمسة في الثلاثة وخمسة في الثلاثة وخمسة في الثلاثة فوق هنا ما بقى عندي شيء أكتب واحد وهنا اثنين جذر ثلاثة حس أختصر جذر الثلاثة وهي جذر الثلاثة هنا طلع الجذور تختصر والثنين أقدر أختصرها ويا الثمانية هذه واحد هذه أربعة هي في الثلاثة الع JK وتقدر تقول.. ليس أختصر جذر الثلاثة يعني هذه الثلاثة لهذه بعضة لا أختصرها لذلك في الثلاثة والثلاثة بالثلاثة أختصر جذر الثلاثة يعhof الثلاثة بعد تبلغي على الدم بعد موين اختصرها DIE уп dispersed vocال في الثلاثة وهذه العثلة في الثلاثة بكل أحوال أنت ما دام تستخدم العمليات بصورة صحيحة فتنطيك نتائج صحيحة هس ننتقل إلى مجموعة أخرى من التمارين تأكد من فهمك الخاصة بترتيب العمليات على أعداد الحقيقية هنا عندنا السؤال الخامس والسؤال السادس يقول بسط الجمل العددية وأكتب الناتج مقربا لأقرب عشر يعني بعد ما تبسط الجملة العددية إذا عندك جذور قربها لأقرب عشر الناتج النهائي هس هنا عندي جذر سبعة مضروف في جذر 28 سالب جذر 2 وعندي سالب 5 خارج جذر أبسط الجملة العددية بالبداية يعني هذا الجذر السبعة ينزل 28 سأكتبها أربعة في سبعة تحت الجذر سالب جذر 2 سالب 5 هس جذر السبعة ينزل والأربعة جذرها 2 وتبقى سبعة تحت الجذر سالب جذر 2 سالب 5 هس أفتح القوس جذر سبعة فيه اثنين جذر سبعة طبعا هنا أضرب الصحيح بالصحيح والجذر بالجذر عملية الضرب بالخارج بالخارج والداخل بالداخل يعني الصحيح هنا عندي واحد فيه اثنين يساء واثنين جذر سبعة بجذر سبعة مثل ما اتفقنا ممكن تكون 49 تحت الجذر أو نقول سبعة بدون جذر مباشرة هس جذر سبعة من اضربها بجذر اثنين طبعا هنا موجب فيه سالب سالب الواحد فيه واحد ما عندي هنا اعداد واحد فيه واحد يساء واحد وجذر سبعة بجذر اثنين هو جذر 14 سالب 5 اثنين فيه سبعة هنا عندي 14 سالب جذر 14 سالب 5 الـ 14 والـ 5 اعداد صحيحة ممكن اطرحهم اقول 14 سالب 5 عندي تسعة سالب جذر 14 حس هنا انتهى تبسيط الجملة العددية لكن هنا مطلوب مقرب الناتج لأقرب 10 يعني الجذر 14 لازم اقرب واحنا اخذناها بالصف الاول متوسط شونا نقرب الجذور يعني عدي جذر 14 رح يكون اكبر واصغر اكبر من جذر 9 واصغر من جذر 16 اختارت الـ 9 والـ 16 لعن اعداد مربعة يعني 9 جذر 3 والـ 16 جذر 4 رح يكون جذر 14 اكبر من 3 واصغر من 4 يقع بين الـ 3 والـ 4 احنا حتى نقرب جذر 14 دائما نخلي علامة التقريب وناخذ الحد الادنى أدنى حد أدنى وحد أعلى دائما ناخذ الحد الادنى 3 واخلي بوينت هسه ورا البوينت لو اختار اعداد اقل من 5 لو اعداد اكبر من 5 يعني هسه الـ 14 هي قريبة للـ 9 لو قريبة للـ 16 قريبة للـ 16 اذا اختار 7 8 او 9 وذا قريبة للـ 9 اختار 1 2 3 حسب التقدير اللي انت تقدره هسه انا اشوف الـ 14 قريبة للـ 16 واختار 3 بوينت 8 اهنا هسه اقول التسعة تنزل سالب الـ 14 مثل ما قدرناها 3 بوينت 8 طبعا هنا راح اخلي علامة التقريب ويساوي شون اطرح 3 بوينت 8 من التسعة راح اقول هنا 3 التسعة اساوي المراتب اخلي لها مرتبة وهنا عندي 3 بوينت 8 هسه الصفر ناقص 8 ما يصير ندايا واحد يصير 10 10 ناقص 8 باقي 2 وهنا باقي 8 8 ناقص 3 باقي 5 الناتج راح يكون عندي هنا 5 بوينت 2 هو مقرب لأقرب 10 مرتبة 21 هسه انتقل للسؤال السادس ايضا ابسط بالبداية وبعدين اقرب الى اقرب 10 انه 125 أس 1 على 3 من اشوف أس 1 على 3 يعني جذر تكعيبي واذا أس 1 على 200 يعني جذر التربيعي احنا راح اقول جذر التكعيبي للسالب 125 و 20 القوس هذا 1 على 10 جذر 3 ينزل سالب 1 على 4 جذر 12 راح اكتب 4 3 3 يساب 125 جذر 5 اشارة سالبة يعني سالب 5 وهنا الواحد على 3 10 جذر 3 ينزل سالب الاربعة جذر 2 من تطلع الاثنين تضرب بالواحد راح يصير عندي 2 على 4 جذر 3 هس راح ادخل سالب 5 على القوس راح يصير عندي سالب 5 في 1 هي سالب 5 على 10 جذر 3 سالب وهنا السالب بالسالب راح يصير عندي موجب الخمسة تنضرب بالثنين راح يصير عندي 10 على 4 جذر 3 3 اختصارات بسيطة هنا عندنا يعني الخمسة وهي العشرة هاي بيها واحد هاي بيها 2 وهي العشرة والأربعة على 2 بيها 5 وعلى 2 بيها 2 ماذا تبقى عندنا هنا سالب 1 على 2 جذر 3 موجب 5 على 2 جذر 3 هنا تشوف جذر 3 متشابه اقدر اطلع خارج قوس يعني هنا قولي ساوي الجذر 3 راح اخلي خارج قوس وهنا اكتب الاعداد عندي سالب 1 على 2 موجب 5 على 2 المقامات مشابه اذا هنا يصير عندي 2 المقام سالب 1 وموجب 5 راح يكون عندي سالب 1 وموجب 5 راح يصير عندي موجب 4 على 2 جذر 3 قسم 4 على 2 يساوي 2 جذر 3 اللي هنا احنا بسطنا الجملة العددية لكن اذا قال فقط بسط الجملة العددية اللي هنا نكتفي وهنا قال اكتب الناتج مقرب لأقرب 10 اذا لازم اشوف تقريب الجذر 3 جذر 3 تقريب 1 7 10 فهنا استعمل علامة التقريب وقول 2 في بدل الجذر 3 سأعود 1 7 10 وعلامة التقريب 2 17 34 وارجع المرتبة هنا نكتفي بهذا الدرس وان شاء الله بالدرس القادم سنأخذ تمارين اخرى من تأكد من فهمك صفحة 8 الخاصة بترتيب العمليات على الاعداد الحقيقية